معروف أن من قبل الأحداث 7 أكتوبر أنه كان فيه مشاكل وكان فيه مواقف سياسية رفضة للحكومة من داخل المجتمع الإسرائيل المواقف السياسي الرافض بقى للحكومة دي وسياستها عموماً بعيداً عن موضوع الحرب كان موجود قبل كانت الخلافات على الإصلاح القضائي وعلى التغييرات الإنتانية وهم عايز يعملها هل دي موجودة ما زالت موجودة دوقتي وزادة هم هجوم 7 أكتوبر كلهم هم حتى قالوا التظاهرات التي كانت تخرج كل يوم سبت ضد بن يمينة تانيهو لإصلاحات تم توقفها إسرائيل دخلت حالة الصدمة لمدة 3 أو 4 أيام بعد الهجوم لا كانت فاهمة ما الذي يحصل خليني لو نرى الشارع عامل ما مع بن يمينة تانيهو إحنا قدامنا أسبوعين يعني إحنا في أسبوعين أو أكتر أو حوالي 20 يوم من الحرب كان هناك تغيرات في الأسبوع الأولاني كانت إسرائيل في حالة الصدمة ما كانش فيه حد بيحاسب حد ولا حد بيقول حد إيه اللي حصل ده كانت الناس كلها دخلة في حالة الصدمة بعد الهجوم في الأسبوع التاني ابتدت إسرائيل إن هي تفوق من اللي حصل وبتدت تخش في العملية العسكرية وتبتدي ترد في الأسبوع التالت ابتدى يظهر الطيارات اللي عندها مشاكل بمعنى إن أنا في أول أسبوع كل الأطراف يميني يسار كل الأطراف كانت وقفة وراء بين يميننا تانية أول إن إحنا هما كان عندهم حالة صدمة حالة صدمة من اللي حصل ده وقت خلافي يعني حتى يا إير لبيض اللي هو زعيم المعارضة اللي طول الوقت كان بيهاجم نيتنياهو بشكل كبير جدا ظهر في أول يوم وقال أنا مع نيتنياهو يعني أنا معاه في العملية كل الأطراف كل اليسار بين جانتس كل الناس كل الناس اللي في الأحزاب في الأسبوع الثاني زي ما قلت لحضرتك كانت تركيز أكتر على العملية العسكرية تركيز أكتر على الحرب وعلى الدربات وعلى الدربات غزة من خلال من آخر تلات يام ابتدوا زي ما بنقول كده يشوفوا بقى شوية ويشوفوا المشاكل اللي عندهم يا إير لبيض النهاردة تتكلم بشكل واضح وقال للحكومة هناك أخطاء وتكلم عن الاقتصاد وابتدى يلعب دور زعيم المعارضة لأنه بالنسبة له الحكومة هناك أخطاء للحكومة وهناك أخطاء للجيش الإسرائيلي لكن في أول أسبوعين ما كانش ده الوقت اللي ممكن كانش في حد بتكلم فانا ما كانش في حد لا ما كانش في حد مشتوق مش وقته يعني يعني ما كانش في وقت يعني إذا نقدر نقول أو اللي بيتقال إن اللي بيحصل في غزة ده أنقذ رقب نتانياهو من حدة الخلافات اللي موجودة أنقذها وحطها تحت السيف يعني هو أنقذها من مشكلة وحطها في مشكلة أنقذوا من الإصلاحات القضائية دي حاجة بس إصلاحات القضائية قياسا قياسا بهجوم 7 أكتوبر تبقى الإصلاحات القضائية أحسن بالنسبة للنتانية يعني إنت لو جيت خيارته دلوقتي يعني هم ممكن يكونوا بيفكروا كده هناك في الفترة الحالية إن هو خلاص يعني بالنسبة لللي حصل في الإصلاحات القضائية واللي كانت مرفوضة تماما لا اللي بيحصل دلوقتي لا طبعا أكبر بكتير أنت ده كان خلاف داخلي بحق وكان فيه بالنسبة للإصلاحات القضائية كان فيه ناس مؤيدة لي على فكرة مش كل الناس قد ضدوا إحنا بس بنشوف المظاهرات اللي ضده اللي كان فيه مؤيدة ومعارض